موسيقى السلام عليكم و جعنا لكم في حلقة جديدة و انضمعات ون بيس خلونا نبدأ في البداية تشوفون قدامكم حساباتي على تيك توك سناب و انستغرام سوف نقوم بها سكتشات حلوة خاصة بالانيمي و ودود فعل خاصة بالانيمي فحصلكم بتابعوني عليها سنابي و انستغرامي و تيك توك حقي و ايضا التويتر ابي اشوف الاقرام تتغيى عشان مع الابعة مئة الف عندي لكم شهيل جاب باب الشيء الثاني ان شاء الله على قناتنا الثانية رح تنزل الحلقة لايف ريكشن صوناها اليوم فعرجونكم برطة دخولنا قناة لايف ريكشن و ادعموهنا بيها تصل مئة الف طوالتها ستين فيديو قدمنا فيها على اقل يعني وصلوها ستين الف يعني اقل لقلي ستين الف مشترك طب نحن قدم فيها اكثر من ستين فيديو بس يلا انا بطمع بمئة الف مشترك انتو هنا أبع مئة الف تقريبا يعني مئة الف هناك كمو اعتذر منكم من السبوع اللي فات ما كنت قادر اكون موجود الحمدلله صحيتي احسن ان شاء الله التعليق على الحلقة اللي فاتت بكل بساطة بقولها في الحلقة لكن قبل اروح اقولها لكم في الحلقة الحلقة هذي دسمة اللي انا بقدمها الحين ما هارطيك مجرد انطباع وهارطيك تحليل موقف شرح حالة واثبات حالة واعتراض على حالة فصابك وياي وهارطيك حلقة في قلبك نجيحن نتكلم عن الحلقة اللي فاتت صراح الحلقة اللي فاتت للأسف للأسف فالله منبي البيضة القذرة الحقيرة ضع شوي من الحلقة وياها منطبا لكن مع التطور اللي قاعد اشوفها في لوفي صراحة شيء جبار جميل التطور هذا اللي خلى كاتاكوري عترف بالوفي مما يعني ان كاتاكوري محارب اكثر من كونه قوصان وهذا شيء يتأكد في الحلقة هذه كاتاكوري محارب فارس رجل نبيل اكثر من كونه قوصان هذا وفع اسهم كاتاكوري عندي جداً وفع اسهم كاتاكوري بشي مطبيع اللي انا شبته في الحلقة اللي فاتت كيف انه قاعد يحترم لوفي وكيف انه صب جام غضبه على لوفي ليش يم قربت اعترف فيك تجيك مني الأكمة او طعنة غبية زي هذي ليش اخيط دفاعك طبعا كاتاكوري ما يدي ان الحقيرة فلا به السبب لكن هذا اللي يقودنا الى الحلقة هي هذي والحمد لله انا ما كنت موجود في انطباع اللي فات لانه كان راح يزيد صحتي سوءا ليش ياودا تسوي هذا ليش منت بحاجة عندك طودين جبارين يعني ما يحتاج انك تحط التلاعب ما يحتاج تخلي عشاق لوفي يجون يقول والله ها فلا بيتدخلت عشان كذا كاتاكوري يتفوق ومن قابل برسبيو تدخل واستفاز لوفي وبولي شتتت لوفي ولا يجين عشاق كاتاكوري يقول لك لوفي طلع عشر دقايق ليش ياودا انا اراها كحبكة كطريقة كتابه سيئة يعني هنا اكلمك من خارج القصة كطريقة كتابه هذا شي سيئ حطيت اكثر من شغله ترفع كفة كاتاكوري ورجعت حطيت اكثر من شغله ترجع كفة لوفي ما يحتاجون اثنين من البداية فوق كمل امشي حبيبي لكن ابوهيم كان عنده وجهة نظر باش رحلكم ان شاء الله في الحلقة ان وداية بيحببنا في كاتاكوري ما يحتاج الزين يفض نفسه الهيبة يفض نفسه ما يحتاج تحبيبني فيه بانك تسوي هالأشيه علموا بالحلقة هذه فلمبي والغوغاء اللي وياها غوغغاء غوغغاء انتم يا حثالة يا من تضحكون على اي شيء عشان تطبلون اقول لكم انتم غوغغاء تنوفزون والله حتى الاستوديو اهمشكم ما عطاكم واسم واحد فيهم وجه مثلثات كنا رأس المطال في الثاني ابتدائي والمصيبة ان من كثير ما اضحكوا يعني كأنها زي ما يقولون تبيه ينتبه قد ما هي خائر انه ينتبه تبيه ينتبه تعال شيفني انا انا اللي تدخل تعال مسح على رأسي طبطب علي انا اختك انا رئيسة نادي المشجعين كاتاكوري هنا تنوفز قال فلمبي هنا لقطة اخراجية سيئة بالنسبة لي يعني كالمفروض يجب كاتاكوري راح عند فلمبي وسوا اللي سواه راح يكون له صدق جبار الاستيديو ينهي لي الحلقة على مشهد معين وفي المانجا اعتقد انتهت على المشهد او مشهد اخر ما ادري صراحة انا ما وجد مكان معاي وقت ما شفت الحلقة عشان يشفح لي بالضبط وين انتهت الحلقة وين ما انتهت ف كان اجمل ان كتاكوري راح لها وطبق ايا كان ما سيطبقه صاحي كله فجعليك مشاهد لحد حين انا اكلمك ان انا من خارج القصة ما بعد ادخلك في غمار القصة يعني كيف عيني لو انا داخل القصة فكنت بنفجع كنت بتحمس اكثر لو ان هشي صار لكن بيدي عني سكتي سكتي اليدي لا 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 ما هيدي سكتي سكتي لا 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 ما هيدي وذلك فلمبي خلاص عرفت انك رحت لها عرفت انك معصب عليها وعرف انها رحت انفجع لانها قاعدة طاق طاق حقيرة فطولة وطولة في المشهد هذا المشهد هذا ما كان يحتاج يعني كنت اتمنى يمططون في اشياء اخر ولا يمطط لي في المشهد هذا كنت اتمنى يمطط في مشهد مطاردة البيك مام يجيب لي يا رجل والله لو الدعاية المشهد هذا كان يحتاج كذا فلما وصل الكتاكوري الى فلمبي وخلاص فجعهم اتخذ الحركة الصادمة ليه 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 اول شي حركة رجلية من كتاكوري انا اتكلمك ان انا واحد داخل في المشهد وياهم كتاكوري انت كذا انت قائد شريف انت قائد محنك انت محارب انت رجل هذا لو يعني من داخل كمشاهد يا رجل كيف كنت احتقرك لانك شخصية شغيرة يفترض والحين كيف خلاني الكاتب احبك شي رائع لكن دعني اكلمك كناقة قصة كناقة قصة ليه ليه خير ايش ايش ش تفكر فيها قودة من البداية الاثنين ورعتني انهم قدرين على بعض فتجيب لي ناس من طرف كتاكوري يطرق تقون على الوفي وعفسونا اللي يقصد فيهم و بولي و بسبيرو بعدين تخلي الوفي ينهاش لي عشرة دقائق بعدين يوجع تجيني في لامبي تأثر على الوفي فكتكوري لازم يوازن القوة بدنا يطعن نفسها لا 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 ما صار موازنة للقوة تدي ليه؟ انت طعنت نفسك احتواجهت لوفي الحلقة اللي فاتت انطعنت لوفي ودست دوس في الارض يا رجل دكيته دك واختك ما اعطتها شي مخدر عين من عيونه تورمت من كذا ما انت دكيته ايضا الطعنة اللي تجيك على حين غره اذاها اكبر من الطعنة انت موجهها لنفسك مستحيل عشان كذا في القصاص اللي يقول لك العين بالعين وسن وسن والجروح وقصاص في الجروح صعب توازنها طعنة صعب الموازنة فانت في الحلقة اللي فاتت يوم طعنت لوفي واجعت تطيق فيه 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 الحين غريت قيت ه becoming اذا طعنت نفسي يلا وازنت القوة لا 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 موقفك نبيل يا ك한데كوري انا ما بعد اعطن ذلك يا ك industري وعشاق كتكوري ستقول انا من عشاقها الحين انا اقول يا اودا اذا تعتقد انك كذا وازنت القوة فيه لخبطة صايرة في القصة يا بابا ما ينفع اللي نقعد تسوي ما ينفع أنك تورينينا في البداية لوري قال خلاص بقي لك ما وقضي على كاتاكوري بس بطلع رايحة شو دقائق عشان لا رجعت ألعب لعبتها أنا أدقضي عليه بس بلعب لعبتها اللي هي هكي التنبأ بعدها أدخلي ألعب فيها أثبت أنت أي لعبة تبغى أخلص علي أي لعبة تبغى فكاتاكوري لما راح أتوجه إلى فلمبي وطعن نفسه دمها جا في وجهها هذا يعني بنت دلوعة ما تستحمل ياي دم دم نو او ام جي المهم فا او ام جي استقفت من الدم هذا دم الفارس الفخم يخبيتك تستقفين منه المهم استقفت من دم الفارس الفخم كاتاكوري فكاتاكوري هنا كشف ردع عن وجهها وأظهر لها حقيقتها وماهيتها وخلها تنفجع صرفت مشهد زي مشهد بيرونا مشهد زي مشهد شقر وتنعاد بس هالمرة مش من أسب وليستخدم حالة ما خشت مخي لا كاتاكوري وترجع وتسقع فجرة بس رجعت مرة ثانية وقامت تستفز الموقف لا والله تأثيرك يا أسب أقوى تأثير الصد معك أسب من جدك أسب واحدة بصوصار واحدة بوجه المعفط رغمي على شقر رغمي على بيرونا فلمبي الحقيقة هذه تشوف الفارس اللي كانت تحس رجل أنيق رجل وسيم تشوفه بالمظر المتوحش هذا كله وما يغم عليها سقطة يا رجل مفروضنا يغم عليها ونرتاح من فلمبي خلاص فلمبي the end بها كده تحتضر في الجدار يطلع فوقها game over أو dead أو kill Fischer هذا اللي مفروض يطلع لما تشوف وجه وحش مثل الكاتاكوري لكنها شيء مصر وهذا الشيء اللي ينفذني بشكل مهم طبيعي لكن ليش كاتاكوري سوى هذا الشيء مبقصد كاتاكوري نه خلاص أنا تخليت عن كل شيء وبوريكم حقيقتي لا 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 أودا يعتمد في عقاب الشخصيات من خرج القصة نطلع كناقد على القصة هذا الشيء الجميل في أودا صراحة يعتمد في عقاب الشخصيات على تحطيم أعمالها برانا نوجع لها لأنها لها موقف مشابه الموقف فرامبي في الصدام برانا كانت تعتمد على الزرع السلبية في الناس ونترى نفسها هي السلبية الأكبر فخالها تواجه بشخص سلبي أكثر منها صدم عيشاتها فتحطمت أعمالها هنا بعدين جاها كومة الشيبوكاي وهي تابع الشيبوكاي فتكطياها كومة فأنهى مستقبلها كذا مش بالألم مش بالقتل لا أحطم أمالك أحسك أنك صفر ولا شيء فأنت مساوي نادي مشجعين لشخصية فخمة أنت حبيتيني فقط لأني شخصية جميلة هادئة وواقية من وجهات نظرك بغض النظر عن القوة لأن الحين بريك القوة ومحترمتيها لأنت محترمة الشكل والهدوء وأن أخوك تكيت وأخوي صراحة خقية يعني والله يا بنت أخوي خقية 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 هي كل فتاة بأبيها معجبة وكل فتاة بأخيها معجبة لكن اللي بتعجب بأخيها ما بتعجب بكل ما لديهم من داخلها قبل من خارجها فقال لها أحطم أمال أهلك الآن شوفي وجه أخوك خلاص ما في نادي معجبين وصختك بالدم اللي تكوهينه شوفي أنك تحبتني لأني قوي لا أحتاج مساعدتك للحقية هذه لأنك تحبتني لأني قوي لما تدخلين أنا ليس بحاجتكم لكن لما تدخلتي أوضحتي أن حبك كان غرور بنت كيوت والله هذا أفخم واحد من أخواني وأنا رئيسة المشجعين بلا 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 صدم عيشتها حطم أمالها وهنا بأرضو أني بتخلى أنا فراط هيبيتي على أخواني من باب الفخامة الحين أنا بتقاتل مع رجال وعشان رجال بتخلى عن كل شيء أنا كنت أمثل فيه وظهر بشكل حقيقي فلمبي ردت عليه بتفلة فراح اللوفي وربع فلمبي كاتاكوري سما الباباراتسي لأني بتفضحها الحين بروي الناس أنك حقير كاتاكوري كاتاكوري سما كاتاكوري سما معلش كاتاكوري سما باباراتسي رايحين نتور باباراتسي على كاتاكوري وأنا قاعد أقول طقهم طقهم بس كاتاكوري هو الفارس الفخم اللي ما هي أدي أخت من خواته ما هي يمد يده حتى على الأتباع هذول مع أنه يوم غضب على الطباخين كانوا بيموتهم هنا لا أتباع فلمبي لا الطباخين إيه يا السلام يا كاتب العموم كاتاكوري رايح قال هالمهرجين مزعجين قال لألوفي فعلا لكن ما هي قدرون يوقفون خلنا ندخل يا حبيبي ويصير صدام بالهكي الملكي صراع بين رجل ورجل أسقطهم أغمي عليهم يجيين يتساؤل الحين يقول ليش لهو بما استخدم الهكي الملكي من قبل ليش الحين لهو بيستخدم الهكي الملكي بكل بساطة الهكي الملكي لما تجي المشهد هذا أثبت لك أنه سلاح لا يستخدم إلا في المواقف الحاسمة وجاءت مواقف من قبل أثبتت هذا الشيء والحين تأكدنا الهكي الملكي بإطلاقه المتفجر اللي دعمك أنت داخليا وخارجيا اللي دجت يغمع اللي حولك التفجر اللي صار هذا ما تقدر تسويه الأمارة واحدة عشان كذا في حرب المارين فورد الويت بيرد ما استخدم الهكي الملكي بعشوائية كان خاشة للحظة الحاسمة اللي يطلق عشان ينقذ إيس لو لا أن سبقه بها لوفي ولما سبقه لوفي في إنقاذ إيس بالهكي الملكي مما يعني يأوي يجي احتفظ بطاقتك نحتاجه بشيء أكبر شفتوا الدمار اللي سببه خفص بأكارين وخفص بالبلاك بيرد ما استطاعوا التفوق عليه إلا بالغش ليه؟ ما تطلق يحرق الهكي الملكي نجي الحين شرح مهم جدا الهكي هي طاقة ما تقدر تطلقهم ثلاثاتهم مع بعض هذه مع هذه هذه مع هذه هذه مع هذه مثلا أنت لما تجي تركز على صوت وتريد تسمع الصوت صح تقدر تغلق أحد حواسك عشان تركز الطاقة على الحاسة الأخرى عشان كذا لما تجي تشم تفوق عينك إلى السماء تحاول تشم ليش عشان تخلي مشتت النظفة يقل تركيز الطاقة لما تغمر عيونك أيضا تقلل الطاقة عشان تبغى تسمع عشان كذا الأبطال الخارقين المكفوفين أذانهم أقوى أنا طبعا ما أحب أسميهم ذوي الحالات الخاصة كما يسمونهم أو لا 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 أسميهم ولا ذوي القدرات الخاصة أسميهم ذوي القدرات الخارقة أبطال الخارقين هو مكفوف لكن قوة خارقة في السمع عنده ليش أن الطاقة كلها مركزة في إذنه فلما أطلقوا الهكي هنا معناها يا أودا معناها يا لوفي معناها يا كاتكوري نحن ندخلنا على مرحلة حاسمة يعني المعركة الآن انتهت تذكرون لما كنت أقول لكم الأول أودا في المعركة يرقى ينزل يرقى ينزل بعدين بوف هنا مفروض أن كلكم أطلقتوا الهكي الملكي خلاص دخلنا مرحلة حاسمة المفروض أن المعركة الآن ما يصير فيها تذبذب أي تذبذب أما يكون ثلر أو صغطة كتابية من الكاتب لن أقبل بغير ذلك أيضا أشيد على الستيديو توري أنيميشن تخصيصهم لسوند تراك موسيقى تصويرية جميلة الكاتع كوري هو رايح متوجه إلى لوفي موسيقى يا رجل حسيت فيها شيء من الأكاتسكي في نارتو حسيت فيها شيء من لما يجبوا لك عصابة مظلمة شيء من هيبة آيزن في بليتش مدموجة مع شوية روك ومتال يا الله كان مشهد مهيب كاتاكوري رايح لوفي وبداية القتال وكيف التفجير هذا كله كاتاكوري يعتذر من لوفي يقول لها أنا آسف على اللي صار هذا خطأ كيف أنا سمحت بهالشي أنا هذا أقشي يقدر أسويه كان يقول هذا أقشي يقدر أسويه عشان أعتذر هنا لوفي رد على كاتاكوري رد جميل رد هذا شكر أن أخي عبدو حمان عيزان وما رجل ذكرتوني فيه ويثبت لي نظرية قوية رد هذا تعلمه من كوكودايل كوكودايل في معركته مع لوفي في دريسورزا لما كشف عن الذهب المخلب الذهب اللي في يده إلى مخلب سام قال الإنصاف ليس أمر مسلم به في معركة القراصنة اللي تكسبه العبه هذا الموضوع ما فيه هنا لوفي يقول الإنصاف ليس أمر مسلم به في معركة القراصنة أنا المخطأ يعني ما تلافيتها الموضوع حسب حساب كل شيء هنا يا لوفي لوفي صارح نحن ندخل معركة رجل لرجل الحين لكن كاتاكوري دخلها بنظرة المحارب لوفي دخلها بنظرة القرصان لوفي قال أنا لست بطل لست محارب أنا قرصان والحين كاتاكوري دخلها بنظرة البطل والمحارب وهذا الشيء تبين لما وجهه البعض لكمتين في نفس الوقت في البداية كاتاكوري ما استخدم الهكي لوفي ما استخدم الهكي لكن كاتاكوري اعتمد فقط على يده بدون هكي بدون فاكهة لوفي استخدم الفاكهة لأنه حس أن الموازنة راح تقل بالنسبة له فكاتاكوري كمحاربة أنا جاي أدخل بقوة كاتاكوري لوفي لا حبيبي ما في شيء قوصان أنا اللي تكسبه لعبه عندي يتمتط بمط يدي كمفردنا لوفي يغمى عليه لكنه تمسك نفسه التف وضرب كاتاكوري في وجهه ايش طب بعدها ما هذه لكن احتكاكات الهكي خلاص قاعدها تشتهل اخراج تفجير الهكي الملكي يا إلهي كان من المشاهد الجبارة في الحلقة هذه وهذا يدلي ويثبتلي على نظرية كتتكلم فيها أن العواصف اللي جات لما اصطدم شانكس والويت بيرد كانت الهكي الملكي سوى العاصفة هذه كلها والعواصف اللي جات لما اصطدم شيكي وروجر هي الهكي الملكي شوفوا هنا بس لوفي وكاتاكوري ما وصلوا حتى إلى يونكو ما بالك بملك القراصنة ومنافسة ما وصلوا إلى يونكو لما اصطدموا بس بالهكي كسروا الدنيا يا رجل عواصف رعدوا برقوا ناروا ليل رعدوا برقوا مرايوا ليل بوكس 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 هذا اللي أنا شفتها في المشهد هذا لها دي جيني يقول لي دراجون يعني لما روجر وجهه شيكي دراجون كان من طاقم روجر فسوى العاصفة هذي مبلعها هذي تسليكة أنا شوفها ممرق تنعب النظرية هذي بعدين يجيني يقول لي لما جات العاصفة في موجهة تشانكس والويت بيرد دراجون كان موجود عشان يخبي عن حكومة العالم يشوفون الاجتماع هذي بمشيها هنا دراجون قاعد يتفرج ولدها ينطق قطق هذا كله وساكت ليش الحين طلع العاصفة صدقوني يا جماعة هذا تصادم الهكي تصادم الطاقات انفجار تصادم الطاقات شيء مرعب البرق لما يصيب الأرض فهو احتكاك بين شحنتين في الغيم شحنتين بسيطة في الغيم وذورات بسيطة تسبب البرق فما بالك بالهكي الملكي المدمر هذا كله طبعا نروح المشاهد الثانية وصراحة لا تقل أهمية عن هذا المشهد لا والله تقل تقل أسف 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 أناش قاعد أخي خربط تقل أهمية صراحة المشهد هذا والهيبة كلها لكن لابد لابد على العموم صح لا هذي تأمل بالحلقتين واجه كثير سألوني إلى حد الحين بنسبة تسعين بالمئة إشاعة ما في خبر مؤكد ونمشي حلقة 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 تسعين خمسة وتسعين بالمئة عشانكم خمسة وتسعين بالمئة عشان لا تفعل أماركم موجود في الحلقتين النوع المشهد الثاني اللي هو بيجي في هروبة مع شيفون من البيقمم بالكيكة زي ما تشايفين طاقة البيقمم كلها مركزة في بميثيوس لكن هي خلاص هلكت فالموضن يحنبها إلى جزيرة الككاو أعتقد وهناك تاكل البيقمم بالكيكة حسب مخطط سنجي فيغمع عليها شيفون تقول لا أنا ما بي أغامر أباخذها أبعد شوي واخرها نطاقم لوفي ليش؟ لأنها لو كلت واستعادت وعيها في احتمالنا ما يغمع عليها زي ما سنجي متوقع أن هي قال بيقتلها بالحلاوة فأعتقد أنها سنجي قصدقتها بحمادي هي فيها سكة ولا ضغط لأنها تقتلها بحلاوة الكريمة لكن ما يبقى تركع أي مجال للفصة بأخذها أبعد فبيجي يقول لها ليش؟ خطر علينا قالت هذا لس عشان أسدد كامل ديني لنامي عطيتها كلمة وعد شرف أبي أسدد كامل ديني لنامي قال لها لا قاتل ابنوح تحركوا قال والله هذي مارتي طبعا هنا المشهد كوميدي ونقدر زي ما قلت لنا في الانطباع المباشر واعتدري بيجي خروف شيفون لا مو بخروف شيفون بيجي مأخذ من الثقافة الإيطالية ثقافة المافيا الكابوني فبيجي هنا الطليان خاصة العوائل الكبيرة اللي كانت تشكل المافيا في إيطاليا تتشبه كثير مع العوائل العربية من ناحية القبيلة هذه أو العائلة تتزوج بالعائلة هذه أو ما تتزوج علاقاتهم هذا موخيدنا مو موخيدنا لها أماكن فزعات واسطات احتزم بي مثل كده كانت العوائل الإيطالية وأيضا أهم شيء أهم من الواجب عندهم عندهم أهم من السلامة أهم من أي شيء الوعد والحفاظ عليه والشيء الثاني السداد الدين لازم أسدد ديني هذا كان ثقافة المافيا راقية الإيطالية هم مجرمين لكن عندهم جوانبهم الخاصة هذه كعادات فكابوني قاعد يجسدها فبما أنك زوجتي تلتزمين بكلمتك والله لا أموت ما عندي مشكلة أموت هذه زوجتي هذه زوجة هذه قائد طاقم قائد طاقم عصابة المافيا وصنة المافيا هذا المبوض يصير فتوجهوا بعيد بالبيجمام على جزيرة المنفوشة أو جزيرة أخرى نرجع الحين إلى شعراء عصابة طاقم لوبي أول شيء كاروت استيقظت وقعد يثني عليها ثناء جميل واسألوها إن راشي نيكو ماموشي يقدرون يصنون كذا قاعدت أقوى مني بكثير وهذا يدل على كلمة إن راشي نيكو ماموشي إن لو جاك رجع عندنا سلاح بيدامرة ليش ما استخدموا يمكن لنا قمر مكان كامل يستنون قمر يكون كامل بيدامرنا خلاص هدوهم ومشى قبل تتاح لهم الفرصة فعندهم الجباروت القوي هذا اللي يخليهم يتحولون هذا نقطع من ناحية كارت موذي خلاص تركت وضع المزهرية وشوف تتضخم 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 ماجد قال إنه جبارت تضخم تتضخم بسيط واطلقت طلقات طلقة واحدة طلقتين لكن في بعض المشاهد يقول في المنقرة بعض الصور يوم ريت المشهد هذا قال ما كانت واضحة يعني جات عشي شون صارت كذا شون صارت هنا وضحت إنها قامت تاخد تاخد أكثر أكثر من السوائل اللي في أجساد أتباعها عشان تتضخم فلما قامت تاخد سوائل 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 وتضخمت قامت تطلق طلقات خطيرة وجبارة لكن الأهم عندي أنا في المشهد هذا لما قلت لكم نامي هي النابيجيتر واللي هي الموجهة الملاحة لكن ربان السفينة أو العكس نامي الموجهة والملاح هو جنبي أو نامي الملاحة وربان هو جنبي باختصار شفتوا الرالي واحد ماسك الخريطة يقول راح يمينه حصار راح يمينه حصار هذي يسمونه النابيجيتر اللي يكون قاعد يمسسواك انتبه إشارة جيتك أو جوجل ماب حق سفينة لوفي هي نامي لكن اللي ماسك الدراكسون الطارة حق سفينة لوفي هو جنبي جنبي هنا أبد شبك حزام الأمان لبس الخوذة وفي سيارة معدة لكن قررنا يحط له شرية كسرات وفر يا ولد سموذي تطلق لكن يا حبيبتي تطلقين ما تطلقين شنباته هنا شنباته خبره فر يا ولد وهي قالت جنبي الحقيقي لانه واضح ان هذي قدرة من قدرات جنبي الملاحة يا ولد سفينة لوفي قامت التعرض قامت التسيف على كفرين قاعد تمشي على الموجب كفرين سفينة لوفي من يسويها غيرك يا أسد البحار جنبي يا وحش البحار يا محارب البحار يعني نقاط البحار أكمل الفرق حق البحار جنبي شي جبار يمين يسار يمين يسار ما قدرت عليه كل ما زادت من حجمها وزادت قوة ضرباتها ومع ذلك ما تمكنت من محارب البحر الشجاع جنبي هنا هنا الجبروت وهذا شيء يأكد نظرتي أكثر طبعا بروك فصل على سموذي جا كف على وجه يستاهل الحقيق تشبر مع كارت واضح أنهم أنهكوا هنا سنجي في راسة خطة مديش ركب مع بونيك مرة ثانية وخرج الكاتب لازال يصر على أخراج سنجي من الصورة الكاتب لازال يصر على أخراج سنجي من الصورة ليه؟ ما أدري لكن تابعوني على السنابي كثير سعلوني سنجي لما ركل فيرغو هل فعلا كسرت قدمه؟ أم أن رأى المستقبل فرأى قدمه قد تكسر أو هو ضعيف أو تسليك الحلقة هذي عطتني الجواب ليش؟ قدم سنجي كوسيرات كوسيرات فعلا أمام فيرغو في حدث درس روزة فيرغو يلزك أي شي على وجه لما تصادم سنجي بهكي تصلب معه بهكي تصلب ليش انكسرت قدم سنجي هل سنجي ضعيف؟ أم كسرت لأنه قوي شون تكسر لأنه قوي؟ تعالي الاسنابي راح أتكلم عن النقطة هذي تيك توك وانستجرام بس لازم نشوف الفلور يتحركون والتويتر راح أشرحها إن شاء الله وأتمنى أن الحلقة هذي عجبتكم وفي النهاية يقل معي سبحانك اللهم وربي حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استفق وعتوب إليك نسوه أشترك في القناة واللاعيك وشير ونشوفكم على خير موسيقى 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 اشتركوا في القناة